الإحسان لا يقتصر على كبير الأمور وعظيمها بل يكون بكل ما يمكن مما يدخل السرور وحسن العشرة للغير ولو كان أمرا زهيدا فإن زيادة المرق يحصل بها زيادة الطعام الذي يصل به جيرانا ويكون في ذلك من الإحسان إليهم وحسن الصلة بهم ما يصلح العلاقات بينهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصين الحديث أبي هريرة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات يعني ولو ظلف الشات المحرق ففرسن الشات هو ظلفها المحرق ومعنى هذا أنه لا يحتقر الإنسان شيئا يصل به جيرانا طبعا لو حصل الصلة بما هو أعلى من ذلك كان خير وفضل وسابق وإحسان لكن أدنى ما يكون ينبغي أن لا يحتقر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني بجزء تمرة فكيف إذا تيسر له ما هو أكثر من ذلك لا شك أن الوقاية من النار بأكثر من ذلك أعظم وأكبر شكرا